في فيديو نهاردة هنعمل خبز البطاطس او فطائر البطاطس بدون فرن هنعملها في الطاصة على النار على طول بطريقة بسيطة جدا وسهلة تنفع كوجبة فطار او عشا وحلوة اوي كمان كبديل لسندوتشات المدرسة مقدرها بسيطة جدا ومتوفرة عندنا في كل بيت تعالوا بسرعة نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض بس لو دي اول مرة تشوفوني اشتركوا يلا في القناة واضغطوا على الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملولوا لايك يلا بينا نبدأ اول حاجة هحضر البطاطس بتاعة الحشوة عندي هنا 3 حبات بطاطس حجمهم متوسط وزنهم تقريبا 900 جرام او كيلو هحط عليهم مياه لحد ما يتغطوا تماما علشان اسلقهم تقدروا تسلقوا البطاطس زي ما هي بقشرها بس هي كده هتاخد وقت اطول علشان كده انا بحب اقشرها هحط لها معلقة صغيرة من الملح وهحطها على نار متوسطة لحد ما تستوي تماما في الوقت ده هجهز العجينة عندي هنا 5 كبايات من الديه العادي متعدد الاستعمالات هحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وهحط كمان نص معلقة صغيرة من البايكينج باودر وما ننساش نحط الملح هحط نص معلقة صغيرة من الملح وهضيف كمان معلقة كبيرة من حبة البركة بتديها ريحة وطعم حلوة اوي وقيمة غذائية عالية جدا هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس اوي لحد ما تمتازج تماما بعد كده هعمل حفر في النص وهبدأ احط فيها المكونات السيلة اول حاجة هحط كباية من اللبن الدافي اللبن طبعا لازم يكون دافي علشان يساعد الخميرة انها تشتغل بسرعة وهحط كمان ربع كباية من اي زيت نباتي متوفر سواء دراء او عباد شمس او زيت زتون هحط كمان نص كباية من المياه والمياه برضو لازم تكون دافية هخلط كل المكونات دي مع بعض بالمعلقة لحد ما تبدأ تتلم مع بعضها وتبدأ تشكل عجينة بعد كده هعجينها كويس جدا بايدي لغاية ما تتشكل معايا عجينة نعمة وطرية وكل ما كانت العجينة طرية تعرفوا ان الحاجة اللي هتخبزوها كمان هتكون طرية وده مع اي نوع مخبوزات مش مع الوصفة دي بس يعني تاخد معاكو بقى خمس دقايق عشر دقايق على قد ما تقدروا لحد ما تبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد كده هسيبها في البولة وهغطيها علشان تخمر هتاخد تقريبا من 30 ل 45 دقيقة على حسب درجة حرارة الجو كمان البطاطس بتاعتنا اتسلقت وجهزت بالشكل اللي انتو شايفينه ده دلوقتي بقى هرسة بالشوكا كويس جدا وبعد ما تأكد انها هتهرست تماما وما فيش فيها اي تكتلات خالص بالشكل ده هبدأ دلوقتي اضف لها باقي المكونات عندي هنا معلقة كبيرة من البقدون السنعم المفروم هتضيف كمان كوباية من الجبن المتزرلة وتقدروا تضيفوا اي نوع جبن متوفر عندكو سواء جبن رومي او جبن بيضة او اي نوع تاني انتو تفضلوه بحب اضيف كمان 3 معايق من الجبن الكريمي تقدروا تستغنوا عنها لو تحبوا لكن هي بتديها طعم حلو قوي وطبع ما ننساش نحط الملح والفلفل وتقدروا تحطوا اي بهارات او مناكهات تانية انتو تفضلوها لكن انا بكتفي بدول بس علشان طعم البطاطس يكون واضح معايا في الفطايا بعد كده هخلطهم مع بعض لحد ما تأكد ان كل مكونات الحشوة اتوزعت كويس بعد ما الحشوة جهزت معايا بالشكل ده هبدأ اقسمها كور حجمها متساوي الكمية دي هتعمل معايا 12 واحدة وده نفس العدد اللي هقسم بيه العجينة ببدأ اكورها بالشكل ده وما تخفوش هي مش بتلزق في الايد ولا اي حاجة وهرصها في طبق على جنب انا بعمل الخطوة دي علشان تسهل علي واضمن ان كل الفطاير اخدت نفس الكمية من الحشوة ما يبقاش فيه واحدة اخدت كمية كتير وواحدة تانية اخدت كمية قليلة او يفيد عندي حشوة ما استعملهاش هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وهرجع لكم خلاص كده انا خلصت الكمية كلها وعملوا 12 واحدة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ دلوقتي احضر العجينة العجينة بتاعتنا بقت جهزة وخمرت تماما وحجمها الضاعف بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنبدأ دلوقتي نجهزها انا هشيلها من الطبق بالراحة مش هنزل منها الهوى ولا اي حاجة برش على السطح شوية دقيق وبحطها بالراحة وبحاول اني اساويها كده علشان اقدر اقطعها بحجمه متساوي وزي ما قلنا احنا هنقطعها بنفس العدد اللي جهزنا به كور البطاطس يعني هقطعها 12 قطعة علشان كده بقسمها من النص وهقسم كل نص فيهم لست قطع متساوية وبرده لو حابين توزنوهم وزن كل قطعة فيهم هتبقى تقريبا من 70 ل80 جرام بعد كده هاخد كل قطعة فيهم بعضها بالشكل ده وهتأكد ان كل الاطراف اتقفلت كده وبقى شكلها زي الكورة بعد كده هحطها على السطح اللي بشتغل عليه وهبدأ الفها كده واتكورها بالطريقة دي من غير دقيق ولا اي حاجة وده هيساعدني انها تتشكل كورة بالشكل ده وهتأكد انها تقفلت تماما من تحت بعد كده هرسها فصانية على جنب علشان ترتاح وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة خلاص كده انا خلصت ال12 قطعة كلهم بالشكل ده هغطيهم واسبهم 10 دقائق لربع ساعة بس علشان يرتاحوا دلوقتي هبدأ افرد الفطاير بتاعتنا هرش رشة بسيطة من الدقيق على السطح اللي هشتغل عليه وهاخد اول قطعة من العجينة وهبدأ افردها بالراحة كده معايا اقدر في المرحلة دي استعمل ايدي او النشابة وكل ما العجينة ارتاحت اكتر كل ما كان الفرد بتاعها اسهل بالنسبة بعد ما بقت تقريبا بالحجم ده هاخد كورة من البطاطس اللي جهزناها مع بعض واحطها في النص بالشكل ده بعد كده هقفل عليها العجينة بالشكل ده وهتأكد ان كل الاطراف لزقت في بعضها بالطريقة دي بعد ما قفلت كل الاطراف مع بعض كويس بالشكل ده هقلب العجينة او الفطيرة على الناحية التانية وهبدأ دلوقتي اني ابططها بايدي كده وبعد كده افردها بالنشابة نحاول واحنا بنفردها نخليها رؤياء على قد ما نقدر وطبعا في اسناء الفرد بنلاقي الحشوة اللي جواها بدأت تظهر معانا بالشكل ده بس ما تقلقوش خالص دي حاجة طبيعية بكمل فردها عادي جدا وبحاول اخليها دايرة على قد ما اقدر بعد ما اتفردت معايا بالشكل ده هشيلها بالراحة على جنب وهحطها على سطحها مرشوش عليه دقيق علشان اقدر اشيلها بسهولة هعمل واحدة كمان معاكو علشان تشوفوا طريقة كويس هي بسيطة جدا ونبتاخدش مننا اي وقت والحشوة بتاعتها كمان حلوة قوي وبيبقى تغيير عن الحشوات الجبن واللحوم التقليدية اللي احنا متعودين عليها فقاعات الهوى اللي بتظهر معانا واحنا بنفرد العجينة دي حاجة كويسة جدا دليل ان الفطيرة بتاعتنا مقفولة كويس وده هيساعدنا انها تستوي كويس على النار وتنتفخ كمان بشكل حلوة قوي انا هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وهرجع لكم دلوقتي هنبدأ نسوي الفطاير اللي عملناها هنحط طاصة على النار وهبدأ باول واحدة انا عملتها بفردها بالراحة على الطاصة وبسيبها لغاية ما تبدأ تعمل فقاعات على السطح او تنتفخ وتاخد لون دهبي من تحت بعد كده هبدأ اقلبها ولو قلبتها بدري زي دي كده وكان لونها لسه فاتح هسيبها لحد ما تستوي تماما من تحت وهبدأ اقلبها تاني علشان تاخد لون وخلي بالي ما قلبش الفطاير كتير علشان ما تتقطعش او تتكسر مني هي ما بتاخدش وقت خالص يعني تقريبا من دقيقتين لتلاتة على كل ود انا كمان ما دهنتش الطاصة باي مادة دهنية خالص سواء زيت او زبدة بس انتو تقدروا تدوها مسحة خفيفة من الزيت لو تحبوا لما بتاخد اللون الدهبي الجميل ده من النحيتين بشيلها في طبق على جنب وبغطيها بفوطة علشان تفضل طرية الخطوة دي مهمة جدا مع اي نوع مخبوزات بعد كده هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة ولو كان فيه اي بقايا دقيق في الطاصة بمسحهم بمديل قبل ما احط الفطيرة التانية وزي ما قلتلكو احاول على قد ما اقدر مقلبش الفطيرة غير لو اتأكدت انها اخدت لون مظبوط من تحت علشان ما عودش اقلبها كتير وتتكسر مني او تتقطع وكل ما بخلص واحدة لازم اشيلها احطها في الطبق وغطيها كويس بالفوطة علشان اضمن انها تفضل طرية الوقت اطول بعد ما سويت الفطير كلها هفدأ دلوقتي احطها في طبق التقديم بحط اول واحدة وبدهنها الطبق بسيطة من الزبدة الخطوة دي طبعا اختيارية بس بتديها طعم حلو قوي وتقدروا كمان تدهنوها بطبق من زيت الزتون لو تحبه وبرش عليها كمان رشة من البقدون سلمفروم بعمل الخطوة دي من كل فطيرة والتانية بديها مسحة بسيطة من الزبدة وبرش عليها رشة من البقدون سلمفروم هي بتبقى خطوة بسيطة لكن بتفرق في الطعم جدا سدقونه خلاص كده انا خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة بصوا قد ايه شكلها جميل حفظنا عليها طرية جدا طعمها كمان حلوة قوي عملنا حاجة جديدة ولزيزة بمكونات بسيطة وموجودة في البيت جربوا الوصفة دي مش هتندموا فعلا هي دي كانت وصفتنا للنهاردة اتمنى انها تكون عجبتكو وتجربوها لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملولوا لايك وتشتركوا في القناة شوفكو على خير في الفيديو جاي ان شاء الله باي باي